عقادت اللجنة الوزرية لتنفيذ مشروع الموائمة بين مخرجات الدراسة وسوق العمل اجتماعها الأول برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير العمل وذلك بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة تناول الاجتماع مناقشة سبل تطوير البرامج التدريبية لكي تتناسب مع متطلبات سوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية للخريجين وربط التعليم بسوق العمل والبحث عن آليات لربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات القطاعات المختلفة وتشجيع التعاون بين الجامعات والشركات كما تطرق الاجتماع إلى خطورة الكيانات التعليمية الوهمية وإلى أثارها السلبي على العملية التعليمية وسوق العمل وضرورة اتخاذ إجراءات رادعة تشمل تجديد العقوبات وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية لمكافحة هذه الكيانات والحد منها لحماية حقوق الطلاب الاشترد هأibt сколькоل spans وأحسن الثمان المصدر من قطاعات مس radically الجهد镜ة